موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يوما ولاه وبعد فلا شك أن العلاقة بين الوطن والمواطن علاقة فطرية كل منهما يسعى للآخر ويعمل من أجله فبصدق الانتماء يقوم الفرد بواجباته تجاه وطنه كاملة دون إفراط أو تفريض والانتماء إلى الوطن ضرورة تبرز الحاجة إليها حين تعصف بالبلدان الفتن والأهواء الضالة المضلة التي يركب موجتها من بعد منهجهم عن الكتاب والسنة وضعف انتماؤهم لوطنهم فخالفوا ما دعا إليه الإسلام وأغفلوا ما أرشد إليه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم فالحنين لمسقط رأس الإنسان أمر عرف بالإسلام بل إنه أقره ورغب فيه وحث على مظاهره في مصادر تشريعه فقد أشار القرآن إلى الانتماء للوطن والدفاع عنه بقوله تعالى قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فجعل الإخراج من الديار سببا مسوغا لمشروعية القتال والدفاع عن الوطن بل صور لنا القرآن بوضوح ظاهرة الارتباط الصادق بالوطن كالتمسك بالحياة فقال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم وهذا إخبار من القرآن بأن الله سبحانه وتعالى ساوى بين الأمر بقتل النفس والأمر بالإخراج من الديار فالقتل خروج الروح من الجسد بقوة قسرية والإخراج من الديار ترحيل بالإكراه خارج الأرض التي يعيش فيها الإنسان فعملية القتل قرينة لعملية الإخراج من الديار فساعة يقتل الإنسان فهو يتألم وساعة يخرج من وطنه فهو يتألم وكلاهما شاق وهناك دلائل أيضا من السنة تؤكد أهمية الانتماء إلى الوطن وصعوبة مفارقته وكراهية الخروج منه ومن ذلك ما كان حين نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له ورق بن نوفل عن قومه لتكذبنه فلم يقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال ورق ولتؤذينه والنبي يسمع بصمت ولم يقل شيئا إلى أن قال ورق ولتخرجنه فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم تحركت نفسه عند ذكر الخروج من وطنه ما لم تتحرك بغيره قبل ذلك فجاشت أحاسيس نفسه ومظاهر حبه لوطنه وظهرت دلائل الانتماء وأمارات المواطنة ونوازع الفرق من الوطن وهذا يتضح جليا في قوله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة فقال ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت أما آثار الانتماء إلى الوطن وحبه فهي عدم التأثر بالأفكار المنحرفة والمناهج الدقيلة المظللة وأيضا المحافظة على أمن الوطن بالقول والعمل وإظهار المحبة لشركاء الوطن والتعايش السلمي معهم ومد الجسور بين أبناء الوطن الواحد والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف وختاما لا بد لنا أن نذكر أبناءنا وبناتنا بأن مفاهيم الوطنية والمواطنة ترتب عليهم مسؤوليات وواجبات وأن نبين لهم أيضا أنهم الدرع الواقي لحماية الوطن ومكتسباته فإن تقاعس أبناء الوطن ولم يقوموا بواجباتهم أو لم يتحملوا مسؤولياتهم فإنهم سيكونون أول الخاسرين لا قدر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة